بداية طبعا ده يعني أرحب بكم ويعني ده أول حديث صحفي يعني في المغرب أنا طبعا وصلت من منذ أسبوعين وسعيد جدا بالعمل في المغرب المغرب بلد كبير بلد له أهمية كبيرة على مستوى القارة الأفريقية وعلى مستوى المنطقة العربية الدول العربية طبعا هذا العام بنحتفل بمرور ستين عام على إنشاء العلاقات الدبلوماسية ما بين المملكة المغربية ومصر يعني ستون عاما مرت أعتقد أنه بالتأكيد أن العلاقات بين أي دولتين بتمر بمراحل مختلفة العلاقة بين مصر والمغرب أعتقد أنها كانت على مدى ستون عاما قوية حتى وإن مرت أحيانا ببعض المطبط إنما يعني هي العلاقات بين الشعبين أساسا علاقات ممتدة تاريخيا الكثير من المصريين لهم أصول مغربية التبادل الثقافي والتبادل التجاري وما بين الشعبين يعني كان على مدار التاريخ مستمر ولم ينقطع أعتقد أنه العلاقات في هذا التوقيت هي علاقات قوية في مصالح مشتركة كبيرة بين البلدين على جميع المستويات المستوى السياسي والاقتصادي والمستوى الاجتماعية حتى وبالتالي أعتقد أننا يعني أنا أستطيع أن أقول بكل أريحية أن العلاقات بين الدولتين هي علاقات قوية على مدى ستون عاما ويعني بالتأكيد نسعى لأنها تكون أكثر قوة وأكثر صلابة في المستقبل بالتأكيد عندما تحدثت عن مطبات كنت أتحدث عن الفترة عن الستون عاما إذا أردنا أن نتحدث عن الفترة الأخيرة لم يعني لا أعتقد أن هناك توطر في العلاقات بل حتى ليس هناك فطور في العلاقات أعتقد أن العلاقات جيدة ممتازة حتى يعني أستطيع أن صفة بأنها ممتازة بالتأكيد حدث نوع من سوء الفهم وليس على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي إنما أنت تعرف أحيانا في الصحافة قد تثور كلمة من إعلامي هنا أو إعلامي هناك وقد يتم تطخمها بالتأكيد أعلم عن ما تتحدث وأنت تعرف أن في مصر هناك ما لا يقل عن 200 قناة تلفزيونية من بينهم يمكن نتحدث عن 30 لهم مرئيين وكلهم يعني أغلبهم ليس إعلاما أسميا بل هو إعلام خاص وبالتالي أن مسألة أن ينفلت أحد من هنا أو أحد من هناك هي مسألة وردة الأزمة بالذات التي تتحدث عنها ولن أعيدها أن من قام بهذا من قال شيئا ما قد حسب في نفس اليوم من إدارة القناة وأعتقد أنه كان هناك اعتذارات على المستوى الرسمي وغير الرسمي لأنه علاقة بين شعبين شقيقين علاقة تاريخية كما قلنا هناك علاقة نسب ومصاهرة منذ قديم الأزل يعني العديد من العائلات المصرية يعني تعود جزرها إلى المغرب أنا أستطيع أن أؤكد أنه شعور الشعب المصري تجاه الشعب المغربي هو شعور يعني كما تقول بين أقارب حقيقي يعني يعني قد يكون هناك أحيانا بعض التوترات بين أو يعني بعض التوتر بين الشعب المصري وشعوب أخرى أنا لم يحدث في تاريخ ما بين الشعب المصري والشعب المغربي يعني ده أنا حتى بعيدا عن الرسميات أنا أتكلم عن المستوى الشعبي على المستوى الرسمي بالتأكيد لم يكن هناك وكان هناك إدانة وكان هناك محاسبة وكان هناك وبالتالي أنا أعتقد أنه كل ما يصارف من فقاعات إعلامية فهي لا تعبر عن أي شيء ولم تؤدي إلى توطر حتى وإن كان حدث ردود فعلا من هنا أو هناك فقد تم محتواءها سريعا وأعتقد أن الزيارات المتبادلة على المستوى الرسمي سواء على مستوى وزير الخارجية أو مستوى وزير التجارة أو مستوى الوزراء حجم الوفود التي تأتي إلى المغرب يوميا نقول أسبوعيا يوميا فهي تعبر عن مدى العلاقة ومدى عمق العلاقة بين الشعبين وبالتالي نحن نطمح ونأمل من الناحياتين أن العلاقات تصل إلى القمة وأنا متفائل بالتأكيد أنها ستصل إلى القمة أن العلاقات بين القيادتين جلالة الملك محمد السادس وفقامة الرئيس السيسي هي علاقات ودية وبالتأكيد أنه تم الإعداد لزيارات على مستوى القمة لم تتم بعد وإنما أنا أأمل أن تتم في المستقبل القريب وهنا سنعرف أن العلاقات ليس بها أي توطر وليس هناك سحابات صيفها كما قلت لك أن كان هناك زيارة لجلالة الملك لمصر تم تأجيلها أعتقد أن هذا سيكون على رأس محادثات جلالة الملك مع السيد الرئيس والإصراع بعقدة هذه الجولة أنا أعتقد أنه اليوم بعد عشر سنين من عقد آخر جولة هناك الكثير من الموضوعات اليوم تغير الموقف في المغرب وتغير الموقف في مصر من الناحية الاقتصادية هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين على مستوى التجارة على مستوى الاستثمار المغرب حقق تفارات كبرى على المستوى الاقتصادي مصر حققت تفارات من قبل واليوم في سبيلها إلى تحقيق تفارات جديدة أعتقد أن البلدين ليس بينهم أي تنافس بالعكس هناك أفاق كبيرة للتعاون بينهم ولتحقيق مصلحة البلدين والاقتصادين اليوم المغرب تعود بقوة إلى القارة الأفريقية بعد عودتها لمكانها الطبيعي في الاتحاد الأفريقي مصر لها دور ونفوس في القارة الأفريقية وخاصة في شرق أفريقيا المغرب لها دور ونفوس في غرب أفريقيا أعتقد أن التعاون بين البلدين وهذا أحد الموضوعات الرئيسية التي يجب أن تتناولها اللجنة العلية هو كيفية التعاون وتحقيق مصلحة مشتركة للبلدين في القارة الأفريقية بحيث تكون المغرب هي البوابة الاقتصادية لمصر في الغرب ومصر تكون بوابة الاقتصادية للمغرب في الشرق يعني ده أحد الموضوعات بالتأكيد أن اللجنة العلية تتطرق إلى كيفية زيادة التبادل التجاري بين البلدين لأن التبادل التجاري لا يرقى إلى مستوى العلاقات بين البلدين ولا يرقى إلى مستوى إمكانياتهما وبالتالي تحقيق هذه المصلحة المشتركة هناك طبعا بالتأكيد بعض لا أقول المشاكل وإنما بعض الموضوعات العليقة في مجال التجاري والتبادل التجاري بين الدولتين وأعتقد أن اللجنة العلية هي تكون المجال الرئيسي لحل مثل هذه المشكلات لتحقيق التعاون المشترك وتحقيق مصلحة البلدين ولزيادة التعاون يعني أنا في الحقيقة أنا وصلت يعني ده بداية عملي وكما قلت في البداية هو أول حديث يعني أدلي به في الصحافة المغربية ليس هناك يعني في الوقت الحالي برنامج محدد إنما هو فيه فعاليات مصرية في المغرب تسعى دايماً الصفارة وبكل مكاتبها إلى عقد فعاليات مستمرة في المجال الثقافي في المجال الغنائي في المجال الموسيقي وأعتقد أن التبادل بين البلدين في هذا المجال كثيف جداً بالتأكيد الصفارة إحنا في نهاية عام 2017 أنا لسه جاي جديد فأعتقد أنه الصفارة بالتعاون مع السلطات المصرية ستضع برنامجاً للعام القادم 2018 سأسعى أن يكون دسماً ومليئاً يحقق تدعيم العلاقة وخاصة على المستوى الثقافي بين البلدين الشيء الآخر أن مصر ستكون ضيف ضيف معرض الكتاب المغربي وضيف شرف معرض الكتاب المغربي وأعتقد أن دي هكون فرصة لتحقيق تبادل الثقافي وعرض الثقافة المصرية ونستقي من الثقافة المغربية أنا يسعدني أن أكون في المغرب وأشعر أن أنا بين أهلي وأصدقائي وشعبي ونتمنى إن شاء الله أن الأربع سنوات إذا كان لنا عمر أكون إضافة للعلاقات المغربية المصرية اشتركوا في القناة